بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسالين سيدنا محمد وعلى آله وصحب الأجمعين كاملين مع كورسل ودهات طبعنا Chapter 3 Accessing the Command Line هو هلا بالأصل هذا أول وحدة أول Chapter من الكورس بس خليناك قبل أن نفوت بالكومندات هل نشوف طبعا نحن هون في عندي مثلا أنا شوية مثلا مصطلحات مثلا شو هي CLI حطت لك إياها تمامية CLI هي النافذة الواجهة اللي أنا بكتب فيها الكومندات اللي حنا اللي حكتب فيها الكومندات ما شو الحال طيب ليش مهمة CLI وشو بيلعب دور عندي بالردهات ومش بس بالردهات باللينكس كله أنه بقول لك أنه Efficiency is very efficient أنه الكومندات أنا بكتبها بسهولة ما في عندي مجال تعلق عندي Automation بقدر أعمل Automation عن طريق CLI Remote Administration بقدر طبعا أعمل إدارة كاملة عن بعد وعن قرب الريسورس إفيشنسي طبعا ما بيستهلك ريسورس كثير موارد كثير من CPU ورمات وكذا فهو أكيد أفضل من أنك تستخدم أي شيء بالجيو آي فعندك طبعا هي مقارنة بينه بينه الجيو آي طبعا فيكو تقرأوها على راحتكو بس الجوية وهم بقول لك بيعتمد على Graphical Elements مثل Windows والآيكونز والمينيوز بيعطيني مثلا Navigation و Visual Feedback أوكي يعني هاي مثلا ما بيعطيني يأصي العين أنا شايف كل شيء قدام عيوني ما رأيه كتير مريح لليوزرز اللي بيفضلوا يشوفوا ألوان وبشوفوا الآيكونز هيك قداما وما بيحبوا كتير الكوماندات وبقول لك Command Use for Desktop Environment and End User Applications طبعا اليوزرز ما زيما نحن مثلا بالويندوز طبعا عنا آيكونز وعنا GUI وعنا كذا طبعا أكيد منفضل فيه نتعامل معه ومنحبه أكتر أكيد يعني أكيد ما يكون عندي command line بس طبعا في Linux الوضع مختلف في عندي locations لازم هون أعرف شغلي واحدة أنه أنا مثلا أول ما أفوض في عندي لما تلاقي معاري هذا هو الاسم اللي أنا داخل فيه login user ممكن تلاقيه root add وبعد الآت هاي اسم الكالم machine linux السيرفر نفسه بقدر أغيره أكيد طبعا هو ما أخذوا default local host وفي عندك هاي بيسميها تلدا التلدا هادا بيسموه وين ال director اللي وقف عليه أنا أوكي ولما تشوف dollar هاد راح تعرف أنه هو هذا user عادي مش administrator مش root أوكي طيب ولو روحت هون على تاني على root هادا اليوزر عنداخل فيه root برضو هادا اسمي للجهاز وهي تلدا ال working director اللي نوقف عليها لما تشوف هاش المربع هادا شباك هادا معاته root يعني بطلع بال normal user dollar بالهاش شو ذا طيب نشوف ايك مع بعض ونحنا بما أنه command line ونشوف مثلا هون ادخلت على ال red hat one two three four طبعا داخلت بمعاري معاري normal user خلنا نشوف شو راح يعطيني اوكي سيدي عرفتنا مش ما فيش registration لو روحنا هون حلو control chapter plus معاري local host تلدا لما اشوف dollar ما اعطى هو user عادي اوكي طيب كيف مسلا ممكن اشوف ال root خلنا اشوفهم اهو كمان داخل معاري لو قلت له exit لو قلت له root تمام شو بالroot لوقيته انا عندي الهاش root و local host هم موجدون طيب تمام اه شو عندي كمان اوكي طيب بنا نعرف كمان شغلي كيف مقسم الكوماند عندي الكماند structure عندي اول اشي هذا بنسميه كوماند اول اشي انا بكتبه هو الكوماند اي شي قبله شغطة هاي minus شرطة هاي او شرطين هذا بنسميه options في اضافات نحن بنحطها على الكوماند وحنتعلم هاي شوية شوية اضافات واليوم حنصب اي شوية اضافات بعد الماينس لما انا احط له اي شي تاني هذا بنسميه arguments فانا هتلاقيني يكتب لك الاس هو هون كوماند بلون لك ايها محسب اللون اه ال ال اللي هو ال option وعندك هذا هو بيسموه ال argument اوكي قلتلك بال syntax عندك ال options ممكن يكون قبله hyphen واحد او double hyphen dash او double dash minus او double minus بدك ايها argument provide additional information required by the command في عنا مرات شغلات بدنا اياها اكتر فبالتلاقيين بحط الكوماندات وهذا كلها تحيب اي معانا في اه في العمل جميل جدا شوية ديون اوكي فبرضو انا بقولك مثلا لو حطيت ls ls هو الكوماند minus l بما انه قبله minus فهذا option انا احطه و واللي بعده شو ما كان بس مندوم minus حيكون هو ال argument ممتاز جدا ممتاز جدا هلا هتلاقيين طبعا انا مبلش كتبك الكوماندات هون انو هنستعمل الكوماندات كتير كل كوماندو شرحو example عنو هذا كل ياتو مثلا انا حطو اوكي فهلا خلينا بس هيك كبداي عرفنا هيك خلينا هلا في الفيديو اللي بعد نبلش العملي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة